اشتركوا في القناة ونقل علاقات الأخوية الوثيقة والراسخة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات انطلاقا من الأواصر التاريخية المتينة التي تجمعهما منوها بما تشهده مسارات التعاون والعمل المشترك الوطيد والتنسيق الأخوي من تطور وازدهار مستمرين بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين ويحقق مصالحهما المتبادلة وأشهد جلالته رعاه الله بالمكانة المرموقة التي تتبوأها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما حققته من إنجازات تنموية وحضرية ونهضة شاملة في كل الميادين تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة سائلا المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الشقيق نعم الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار وتقديرا من جلالة الملك المعظم لجهود سعادة سفير دولة الإمارات في توثيق العلاقات الثنائية وتوطيد أواصل التعاون الأخوي فقد تفضل جلالته حفظه الله ورعاه بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى من جانبه أعرب السفير الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد الانهيان عن عميق شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم واعتزازه بمنحه هذا الوسام مثمنا جهود جلالته وحرصه الدائم على تطوير العلاقات البحرينية الإماراتية والارتقاء بها إلى أفضل المستويات ترجمة نانسي قنقر